بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء الطلبة نلتقي بكم في المحاضرة السابعة لطلبة كيميا الحياتية في قسم كيميا كلية التربية للعلوم الصفة جامعة الأنبارة المحاضرة هذه الرقم سبعة المحاضرة هي حول الـ DNA and molecular genetic chromosomes genes and dysfunction and chromatin يعني الـ DNA والجينات الجزائية والكروموسومات والجينات ووظائفها والكروماتين طبعا الـ DNA هو عبارة عن بوليمار لمجموعة نيكوليتيدات الـ DNA بوليمار يعني سلسلة طويلة جدا تتصل مع بعضها البعض من خلال أصرت فوسفو دايستر ثلاثة فتحة خمسة فتحة فوسفو دايستر طبعا الـ DNA دائما يتم بناء من تجاه خمسة فتحة إلى تجاه ثلاثة فتحة يعني أي DNA الـ DNA عبارة عن سلسلتين يسمى نيكوليك أسد نيكوليك أسد أو الـ DNA نيكوليك أسد الـ DNA كل نيكوليتات تنبنى من ثلاثة أشياء كل نيكوليتات تنبنى من ثلاثة أشياء اللي همى الأدنين 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 اللي هو طبعا الفيورينات هي قاعدتين هو عبارة عن حلقتين حلقة خماسية وحلقة سداسية حلقة سداسية بها ناتروجينين والخماسية بها ناتروجينين الترقيمات تكون بالشكل التالي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يعني بين سبعة ثمانية كواصرهم الزوجة بالنسبة للأدنين هو ستة أمينو بيورين يعني بالموقع ستة موجود مجموعة أمين القاعدة الأخرى البيورينية هي القوانين القوانين إذا أريد الرقم فواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يعني الموقع الثنين أكو أمين فهو ثمين أمينو ستة أوكسو بيورين إذن القاعدتين الناتروجينين والبيوريتين موجودة بالدي أني أقو إذن قاعدتين نتروجينية ترميدينية موجودة بالدي أني اللي هما الثايمين والسيتوسين السيتوسين هي الثنين أكسو أربعة أمينو 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 هذا هو ثيمين الwie هو ثيمين ثنين اربعة اوكسو 5 مثل وخمسة مثل يذن ثيمين هو ثمين اوكسو ثمين اربع رضايا اوكسو او اربعة او خمسة مثل فمسة مثل يغاسي هذا هو طبعا الجزء الآخر هو السكر الخماسي هو الرايبوز هنا الدي اوكسي رايبوز بموقع اثنين ماكو اوكسيجين دي اوكسي رايبوز اللي هذي تسمى نيكليوسايد يعني قاعدة نيتروجينية وهي سكر خماسي تسمى نيكليوسايد تسمى نيكليوسايد اللي يربط لي نيكليوسايد اللي لا يتصل بمجموعة فوسفيت اللي هي PO4 فراح تكون هي الكليوسايد يعني الكليوسايد هو نيكليوسايد زائدة فوسفيت المكليوسايد هو نيكليوسايد زائدة مجموعة فوسفيت اذا هذي العمود الفقري الفوسفيت شقر فوسفيت شقر فوسفيت شقر فاءتنسمى interviewing DNA العمود الفقري NIH طبعا الدي انا esimerk سلسلتين سلسلتين هذا هي الأحماض النووي طبعاً What type of monomer are nucleic acids made of يعني شل هي الوحدات البنائية اللي يتم بناء الحامض النووي لها أو كي حما قلنا عبارة عن قادرة نتوجينا هي إذا هي أدنين أو قوانين دائماً أننا ترجمنا على جهة اليمين اللي من الحلقة السوداسية دائماً على جهة اليمين فنبدأ مننا 1, 2, 3, 4, 5, 6 هذه إذن 6 أمينو اللي هو الأدنين نجي على هذا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 أمينو 6 أوكسو الآن القوانين يجيد على البرميدينز نقوم بالبرميدينز إذا نحكي على الـ DNA فهي السيتوسين السيتوسين تترقيم هنا باتجاه أقرب الساعة بالبرميدينز تترقيم باتجاه أقرب الساعة بالبرميدينز 1, 2, 3, 4, 5 ودائماً ناتروجينات على جهة اليمين ودائماً ناتروجينات على yüz حفل السلسل إذن هذه 2 أوكسو و4 أمينو هذا هو السيتوسين اذا اكو القاعدة النفلوجينية الاخرى اللي نحشة عنها اللي هي مو موجودة بالدياني هاد بالاراني بها اليوراسيل اليوراسيل اثنين اربعة داي اوكسو كلمدين نروح على الثامن الثامنة هو خمسة مثل اليوراسيل او اثنين اربعة داي اوكسو خمسة مثل كلمدين ثانين اثنين اربعة داي اوكسو وخمسة مثل بالميديني ثانين اربعة داي اوكسو ثانية والترقين بورهم في ايو التجاه الاسام يكارب الساعة هذه الهففة موترنيه سوضع ارويني رايبوز ده مرتد فتحي 3 فتحي 4 فتحي 5 فتحي 1 فتحي 8 فتحي ودائماً هو من نوعية بيتا ودائماً هو من نوعية بيتا إذن بيتا رايبوز إذا بدي عني هو 2 ديوكسيرايبوز أو 2 فتحة ديوكسير في موقع 2 فاقد ذرة أكسجين مرتلاخ عندما يكون ناتروجين بيس والشغر يسمى نكولوسايد مرتلاخ عندما يكون ناتروجين بيس والشغر يعني قاعدة ناتروجينيوي السكر الحماسي يسمى نكولوسايد إذا أرض أضيفه له المجموعة فوسفيت في يسمى نكليوتايبوانا فوسفيت أولا popularity ت curly إذا مجموعتين في نكليوتاياب امي وجموس فيتعار ثلاثة مجموي فوسفيت مثلاً ل Tack예요 الادنوسينترايفوسفاة اللي هو الATB هذا تركيب الDNA هو عبارة عن شريط مززواج عبارة عن حلزون على شكل درج حلزون يحتوي لي عبارة عن سلسلتينت تتحول بعضها المززوجات النايثروجينية تتصل مع بعضها البعض ويوجد نواسل عابلها هيدروجينية يعني دائما الادنين التصلوية الثايمين الادنين من خلال الأسلتين القوانين تصلوية الثايمين من خلال تفاواصل دائما الادنين التصلوية الثايمين هنا يراسيل بالDNA ما موجود المرتلاخ التجاه البناء من 5 فتحة إلى 3 فتحة والأخرى من 5 فتحة إلى 3 فتحة القواعد البيورينية القواعد البيورينية قواعد تكون مفردة واحدة يوجد قواعد الجورسي كل ثايمين التصلوية الادنين من خلال كل ثايمين تصوية دينين وكل قوانين تصوية سيتوسين من خلال 3 وصفين يعني الـ DNA اللي بي نسبة من القوانين السيتوسين عالية يكون مور ستيبل وكذلك تكون درجة الانصهار مرتو أقل من الحامر النووي من قصة الأكسجين اللي تكون بنسبة الأدينو الثايمين عالية يعني هذا أقر الاستقرارية لأنه آسفتين كل ما تزال عبدالله واصل وركبه يكون أكثر ثباتية وكذلك ستكون درجة الانصهار أقل إذا ما قورن بالـ DNA وحامر النووي من قصة الأكسجين اللي نسبة للقوانين سيتوسين بكل عالي طبعا دائما مباوعة شكل ما ممكن أنه تجي ثايمين مقابل القوانين لأنه المساحة بين شرطة الديانية لا تكفيذ ذلك يتكسب ما ممكن أنه أدنين وقوانين يعني قاعدين فيورينين ما ممكن على مقابل اللاخ لأنه الدياني سيتكسب وما ممكن أن تجي الثامن مقابل السيتوسين يعني ما ممكن قاعدتين فيو برميدينية تكون مقابل اللاخ لأنه المساحة راح تكون كل شيء صغيرة ما تكفي لإنشاء الروابط الهايبروجينية اللي تربط لي القواعد النافروجيني ما ممكن أنه قاعدتين فيورينيين يكون مقابل اللاخ لأنه المساحة بالحلزون ومصممة بشكل دقيق جدا ما تكفيه ما تبتسع لقاعدتين كبيرة حيتكسر شريطة الدياني كما أنه من غير الممكن لقاعدتين فيو برميدينيتين أن يكونوا مقابل اللاخ لأنه ممكن سيتوسين كل مقابل مساحة راح تكون صغيرة ما حتة كافية لإنشاء الأواسر الهايبروجيني السكر ما ممكن أن يكون رايبوز زائلة الشحنات اللي موجودة بالديانية عكيس سالبة مجاميع الفوسفيت تنطيني الشحنة السالبة للدياني مجاميع الفوسفيت هي تطيني الشحنة السالبة للحامض النووي منفوس الفوسفيتين ي엔ينو تجاه البناء من 5 فتحة الى 3 فتحة والتلاب عندي شيء اسمه العمود الفقر للدين اي اللي هي فوسفيت شوغر فوسفيت شوغر فوسفيت شوغر هذا يتكرر كل يتال ويختلف في طبيعة القواعد الناتروجينية مرادينين سايتوسين تايمين وانين وهكذا شوفوا التضاعف مالت الدي اناي طبعا الدي اناي السبيت ريكليكية Join Me يجهزون المزوجين يهزون كل شريط من الدي اناي راح ينطيني الشريط المعلومات الوراثية اللي الموجودة بالشريط للسابق يعني يمكن أن يخدم كقالب لدن اي جديد يعني كل شريط يخدمني كقالب لدن اي جديد باتجاه معاقس باتجاه معاقس يعني هذا من 3 حمسة من 5 إلى 5 حم الـ parent يعني الابش دن اي الاب مراحب قال محافظ لي يحتفظ لي بنفس خلاص الوليد الوليد راح تفضل بنفس خلاص الاب هذه العملية يعني شبه محافظة يعني عملت التضاعف شبه محافظة لذلك المعلومات الوراثية تنتقل من جيل إلى آخر بالنتيجة راح ينتجاني عندي حلزون أو دبل حلزون ثنائي أو جزئة ثنائية الحلزون تقريبا تتماثل ويا الشريط باعوا هنا دين فتح يعني دين اي شريطة دين اي دين فتحين دين فتحين وده يصر عمل تبليكيشن اللي واحد دين اي يعني طبعا من 5 إلى فتحة وهنا نتجي من أسفل من 5 إلى فتحة ويصر اثنين وهذه هي عملية كأنما انقسام خيطي دا صير كأنما انقسام خيطي خلونا نذكر أنه شون يتم السنساخ الدي اي اي اه اه انا عندي انشطار ثنائي هذا الدي اي يعني هذا الدي اي بعدين صارت اثنين بعدين هذي هذا الدي اي بعدين كروموسومز تاني الكروموسومات بعدين ساتوكينز وهكذا وهذه هي عملية الانشطار الثنائي وعندي الانقسام الخيطي عند الانقسام الخيطي المجهز يصر بانقسام خيطي فهذا يصير هنا يعني الشكل ما تلس وتصير انقسام خيطي وانا عندي المجهز يصير انقسام الاختزالي من النقسام الاختزالي يعني عندينان ويعيثين انقسام خيطي او انقسام اختزال دي انا هذا الاس عajes وهم وها gene ISIS ولو انقسام خيطي بالنتجة النهائية adanواع انقسام الخلية حاصر على الامشاج واحاصر على ذيكوتس طبعا عملية التضاعف تسبقلي الانقسام عملية التضاعف دي انا تسبقلي س Avatar ال if Ti بالان انقسام الخلي عملية تحدث قبل انقسام الخلوي بعدها ما صارت DNA موجود قسمة الخلية لأن الخلية الوليدة تحتاج إلى نصفة جديدة من الـ DNA الخلوي لأن الخلايا الوليدة تحتاج إلى نصفة جديدة من الـ DNA النوع هذا هو جزء الـ DNA طبعا هذا مثلا فوسفيت و شغر فوسفيت و شغر فوسفيت و شغر كل شغر متصل به قاعدة ناتروجينية أدنين و سيتوسين و ثاينين باعوا كل الأدنين مقابلة ثاينين لا يمكن أن يكون أدنين مقابلة قوانين للمساحة هذه لا تكفي باعوا الأدنين نشكبه و القوانين نشكبه و كل سيتوسين مقابلة قوانين لا يمكن أن السيتوسين يكون مقابلة ثاينين لأنه تبقى مسافة عندي كبيرة لا تكفي لإنشاء روابط الهيدروجينية فدائما أدنين ثاينين 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 أدنين ثاينين ثاينين أدنين ثاينين هذا هو الشريط و خير و أدنين ثاينين يتـــــــــ اول مقابلة هناك حلازون نشكبه من البحث أدنين ثاينين و كل واحد يحصل بها عملية G صار مقابلها C A مقابلها T بالنتيجة صار عندي جزيئات وليدة للDNA كل وحدة تحتوي لي على نفس الخواص لل جزيئة حتى تاريخ نفتهم لمحة تاريخية حاول هذا الشيء حتى نفهم الDNA والمادة الوراثية يعني بالألف وتسعمائة وثمانية الموردان العالم عدد الجينات والكروموسومات يعني اشتغل عاليها تسعمائة وثمانية بالفريدريك قرفت بالألف وتسعمائة وثمانية وعشرين قال انه التراسفورميك فاكتور كانت تشينجي فينو التاب يعني العوامل اللي يتمكنها يمكن انه تغير النمط الظاهري العوامل اللي يمكن انه تغير للنمط الظاهري افريو ماك كارتي اند ماك رايد بالألف وتسعمائة وعربعين قال انه التراسفورميك فاكتور يعني العوامل المتغيرة او اللي تمنقلها هو الDNA اروين 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 بلألف وتسعمائة وعربعين محدد فتقاعدة اسمها كارغافت بولز خواعد كارغافت بولز اللي قال هذي انه الادنين داما يتصل ويه الثامين والساترسين ويه القوانين يعني الادنين اذا كانت نسبته عشرة بالمية فمقابيله ثائمين عشرة بالمية التبقى اكيد الساترسين 80 بالمية تقسيم الثنين فالساترسين 40 بالمية قوانين اروين هذه القاعدة اللي هي الاروين بلألف وتسعمائة قال دائما نسبة الادنين تساوي نسبة الثانية ونسبة الساترسين ساوي نسبة القوانين يعني مرت الله اذا عندي ادنين 10 بالمية فأكيد الثامين 10 بالمية اذا هاي 10 و 10 20 تبقى عندي 80 بالمية 80 بالمية هذه راح تكون الساترسين القوانين يعني 40 ساترسين و 40 قوانين مرت الله اروين قال ان نسبة الادنين لابد ان تكون مساوية للثامين وكذا بالنسبة للساترسين القوانين يعني لما انا فإن أنا عملي أدنين 10% فأكيد مقابل الثانيين 10% تبقى 80% 10 و 10 و 20 تبقى 80% 80% 40% 40% 40% 40% و هكذا لما 15% 15% هتبقى القاعدتين الثانية 35% 35% لما 20% 20% هتبقى القاعدتين الثانية 35% 35% 25% هتبقى القاعدتين الثانية 25% 25% وهكذا الهيرشي وكيس بالـ 52% الصغة التركيبية للـ DNA والمادة يعني هما اللي ترى الصغة التركيبية للـ DNA والمادة الوراطية واتسون و كريك بالـ 53% هما اللي قدروا لي التركيب واتسون و كريك بالـ 53% هم اللي قدروا لي التركيب الثنائي الحلزوني للغاية ميسلسون وستاهل بالـ 58 قالوا لي انه عملية التضاعف هي عملية شبه محافظة يعني يتحفظ لي على الصفات الوراثية ميسلسون بالـ 58 قال لي انه عملية التضاعف هي عملية شبه محافظة هذا نروح على الـ Central Dogma المبدأ الحقيق اسمه الـ Central Dogma يقول ان كل الـ DNA الضاعف ينطيني الـ DNA كل الـ DNA بالـ replication الـ DNA من خلال الـ Transcription ينطيني الـ RNA الـ DNA من خلال الـ Transcription ينطيني الـ DNA الـ RNA من خلال الـ Translation ينطيني الـ Protein و الـ RNA ينطيني الـ RNA طبعا هذه العملية الـ Reposomes وهذه العملية الـ Polymerase يعني الـ RNA و الـ Polymerase هو اللي يشجعها الـ DNA بالـ Polymerase اوكي الـ Reproduction اللي يدوم من خلال الـ Temp من خلال الـ DNA Polymerase وهذا العملية يسمه الـ Reproduction و كل الـ DNA ينطين الـ DNA بنفس الصفات العملية محافظة على الخواص والصفات وتم كلهم الجللاء الـ Mutation هنا يصبح الـ Mutation يعني التفرات الـ DNA الـ DNA ينطيني الـ Transcription اللي يسر بالنوات اللي يسر بالنوات واحد من شريطي الـ DNA ينفتح وصل لعملية Transcription و ينطيني المسنجر RNA المسنجر RNA هذا بالنوات وهذا بعدين يطلع من النوات المسنجر RNA يروح للـ Ribosomes على الشبكة الإندبلازمية الخشنة رحصل لعملية Translation ترجمة فالـ RNA يرحب لي بروتين طبعا بمساعدة الـ R الـ RNA والـ T-RNA ترجمة التأثيرات هنا يعني خارج ما لا علاقة بالـ تأثيرات الجينية والتأثيرات الـ وراثية الكريم ثم هذا هو الـ Total of Genic Information Organisms يعني المجموع الكلي من المعلومات الوراثية المجموع الكلي الجينوم هي المعلومات الوراثية كلية للكائنات الحية يتم تشويرها من خلال الـ DNA فقط قسم الروس بالرنية وهي الهتروفيروس فقط هذه كل المعلومات الوراثية يتم تشويرها بالدينة يعني تقول فهذا عدا عدا كائنات كل الصغيرة اللي هي الهتروفيروس يتم تشوير المعلومات الوراثية من خلال الهتروفيروس هذا هي هذا بكتيريا السيازة هذا كرموسومس طبعاً يكون كرموسوم واحد بالخلية البكتيرية يعني هذا الدبل سيطران للدينة يمكن ضمض الجميل موجودة على هلزم التنائية أو الشرية التنائية الدي اي هذه تمتعد أن تلقي لو رائعين إنكسام ين قصام نقسم الخلية ينقسم الدي اي فاولاتة الإسا imperfectة قبل أن تينقسم الخلية الثانات الإساعة وزيمةنا یہ النقسم الخلية وسيمةique zones الدي انا الآن لننصر الدي انا دائماً الدي اي انقسام الدي اي يسبق لي انقسام الخلية انقسام الدي انا يسبق لي الانقسام الخلوي المرط الداخل هنا نريد نشوف يعني الثلاثة النبرة يعني بالفطريات بال هابلويد 7 الثلاثة النبرة باليستز 16 بالحشرات بالموسكوتو 6 بالنوع الاخر هذي الادراب سوفيلا 8 بالهوني بيز اللي يشمع العسل 32 بالفيميل و 16 بالميل بالبلان تسبل النباتات ايضا عدنا 12 و 14 و بالذرة 20 و 42 و 80 و 216 و 1262 بالفقريات عدنا 22 و 26 بالفئران 40 بالهومان 46 و 42 بالأحصنة 64 بالدجاج 68 و بالكلاب 72 و 70 طبعا هالي عدد الكروموسومات في كل مدراها تغير مهم بالإنسان موجود 46 26 كروموسوم 46 كروموسوم يعني 23 زوج اوكي خلي نشوف هالي هو شكل الكروموسوم كأنه مع شكل اكس هذا هي شكل الكروموسوم هذا كروموسوم و هنلاحظنا 23 زوج من هذ كل واحد كل واحد هي اثنين اعني هذين كروموسوم هلا متزوج فهذن 23 زوج بالإنسان دهشة بالإنسان 23 زوج هذي الكروموسوم هذي كروموسوم هذي هذي الكروماتين كمعرفت الدياناي كياما يبدي افتح به شوية شوية الهيستون هي بروتينات قاعدية تكون فيسك أمين و أسد الشحناتها موجبة والديناي هو شحنة تسالبة الشحنة السالبة للديناي تتأتي من خلال وجود مجاميع الفوسفية التي موجودة بالديناي تأتي شحنة موسيب حتى حالها لسوبركويل يجب أن نضيف الشيء موجب حتى يلتف بطريقة كل شيء قوية ولأنه إذا أنا مدى يأخذ مسافات جدا طويلة فأنا سأخذيها لسوبركويل أخذي لفد بروتينات قاعدية شحنة موجبة فالسوبركويل يصبح الحجم كل شيء صغير ثم اوقف خلال هستون وهي بروتينات القاعدي ايضا البلل بلد بلل بل 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 بلل بل الناس ولكن نفس الاخير كمكة كفتة بروتينات القاعدي نحصل على الشريط التنائي الحلوزم الثنائي للديناي هذا الديناي double helix حلزون ثنائي للديناي هذا الحلزون الثنائي مرات الله خاضي أدين من من قبلها سيترسيون سيترسيم مقابيلها نرى الشرائط الخابенты الموجودة هذه 23 زوج يعني احنا مرتبط بها قناة بالنسان موجود 23 زوج يعني 46 كروموسوم هذا رقم 1 هذا رقم 3 هذا رقم 4 5 6 7 هذا الاكسواه هو اللي حدد للجنس male or female male or female يعني اذا كان اكسوا جنس الاكسواه male or female هذا رقم 23 يحدد للجنس هذه هي الاشكال الموجودة طبعا هذه الانسان 23 زوج 46 كروموسوم 23 زوج 46 كروموسوم راح نشوفها بطريقة اوضح هذه الهومولوجس المتشابهة كروموسومات هذا المركز مالتهم هذا المركز هذا هو صار عملية replication فحصل احصل على اثنين يعني هذا احوها وهذا صار احوها فهذا صارت قامة replication هذا هو اصلا كروموسوم كروموسوم او هذا يعني مززوج الكروموسوم مززوج في اثنين فرعية فكل واحدين طيني كروموتايد جديد هذا استر كروموتايد هذا استر كروموتايد وهذا استر كروموتايد وهذا عملية عملية اللي هي عملية الطبعا اوكي هذي انا اذا اشوفها مرت الله هذا كروموتايد يعني يعني DNA مركز بقوة كلش هذه وهي مايكروتوبيل وهذه كروموتايد المركز للدي اناي وهي كانت تكور هذه الدي اناي وهي كانت تكور مايكو تيو فيال وهذه الميتابيس للليكوموسومس هذه طبعا صورة كل شيء واضحة لمزوج من الكوموسومات لكيف يرتبط مع بعضها البعض كيف يرتبط مع بعضها البعض هذا موجود هنا بروتيم وموجود هذه المنطقة اللي تربط لي وموجود هذه الأنابيب الدقيقة اللي تربط لي وخلي كوموسوموتايب اللي هو اوكي يعني احنا دار نشوف الدي اناي بالكائنات الدقيقة اللي بكل الدقيقة اللي فوقها ليعتز ماكو نوابية طبعا عادة هي مفرد بس واحد ايضا شكله دائري كوموسوم شكله تائري بعد انو الدي اناي يضاعف بعد انو الدي اناي القلية راح يصير بها استطالة وبعدين راح تكون بروتينات متطابقة بكل وحدة وهذا يسهل لعملية الانقسام الخلوي هذه انقسام الخلوي هذا كوموسوم زي نصار واحد ونصار كوموسوم واحد بعض البروتيستز يعني نيوكولير بريزينت انت هنا موجودة النوات عند انو يوكولير بريزينت عبادة على شكل يعني الظرف تبقى على اتصال خلال انقسام الخلوي خلال عملية الانقسام الخلوي خلال عملية انقسام الخلوي الكوموسومات متصل من خلال مايكروكوبر لنابيه بالدقيقة كلش اللي هي عبارة عن الياف تمر خلال منوات يعني لو انفاق بالغشاء الخلوي تصل لسور الاخشية النووية وتتبط بخلال محاور ومحددة يتنفصلها وتضاعفها للكروموسوم وبعدين الخلية تنقسم بالبعض هنا بالبعض هنا بالبروتستيس الاخرى هنا راح يصير هذي العملية هنا يعني ده يصير اللي هو وبيليسس بالفطريات طبعا نوات ظرفية على شكل ظرف يعني تبقى متصلة وتبقى متصلة وتبقى متصلة عملية الانقسام من جهتين غشاء النووي غشاء النووي غشاء النووي وايضا تم عملية الانقسام بالبداية الديناي وبعدين تنقسم الخلية بالانيمالز ايضا اقول تبدأ من للجهة الخارجية للنواء وبعدين تتحرك وبعدين تنقسم بالنتيجة ويصير عملية الانقسام الخلوي هذه شون عملت التضاعف الديناي شون ليصل بضرر او دمج او اذية طبعا الديناي يصل بسبب من خلال عند الردرح الموتيشن خلالي اما الحرارة او الراديشن او الاشعاع او مضيك كميائوية اذا اي ديناي شيفنا نجد حرارة جاء اشعاع جمعات كميائوية مذيبات غواندين كحول يوريا فسوت لي مشاكل بالديناي هذا الحقيق على ما يكون النورمال والجمعات بي 53 بروتين سيصليح بي 53 دي نين انتeringizar الدي انメلوية anten Sachs وهي أصبح الانكسام الفلسية بعد أن يصل هذا الخلوي البيMicf93 سيحفظ مغادرة ينهم rápida НАЯاض الخيل Diaw سيحقظ الانفذة الانزيم هي الانزيم الاستاني kills سيصنع المثال لدافذ الإنزيم سيستطلή تثريك الانصال الخلايا التي تم تصليحها دي نيناني الجي تنكسام ايضا الانكسام ايضا الانزيم هو الي التحكم لي بعمليك الانقسام اذا اي مشاكل بالدين اي اي ميوتيشن من خلال الحرارة فما حي خليها تنقسم عندما البيث نفر 50 نشوف ماكو اوكي الديان اي هو سليم ما بي اي شي فراح يسمح للخلايا بانه تتضاعف وبالتالي يتضاعف الديان اي اولا وما فما الخلية تنقسم البيث نفر 50 اذا بقت الخلية بقت الخلية او بقت دين اي بقت دين اي بي بي ضرر راح يحطم لي الخلية يحطم لي خلية اللي غير مسلحة مثلا البيث 53 اذا وقعكو ديماج بالديان اي بقاءكم مشكلة بالديان اي فراح يحطم لي الخلية اللي مايستطيع اصلاحها اذا اقوم مشكلة بالبيث 53 شراح يصير الديان اي ديماج كاسد باي هي تراديشن اور كيبيكالز نانا اب نورمال انا بيثلاثة ومسلح مشا غال شو راح يقره هو فالبيث 53 راح يفشل بايقاف عملية الانقسام لان هو اصلا البيث 53 مطبعي بي مشاكل فراح يفشل البيث 53 في ايقاف عملية الانقسام وتصريح الديان اي لذلك الخلية راح تنقسم بدون اصلاح لديان اي اللي متحطم لذلك الخلية راح تنقسم بدون اصلاح لديان اي المتحطم وهذا قد يكون الى مشاكل كبيرة يعني الخلايا بيها الديان اي بي مشاكل راح تنقسم وتتعادل انقسام تستمر وتجمع هذا الخلايا اللي بيه ديناي بيضرر وهذا قد يسبب لي تكون خلايا سرطانية راح تبقى تنقسم مرة تلاخذ الديناي البي ثلاثة وخمسين بمشاكل راح تبقى حتى لو الديناي بيدمج راح تنقسم الخلية البي ثلاثة وخمسين هذا الانزيم راح يفشل في ايقاف عملية الانقسام للديناي وبالتالي الانقسام الخلوي راح تتقسم السرطانية بسام خلايا وبدون اصلح لديناي المتضرر وهذا الخلايا بها ديناي متضرر راح تستمر ان تنقسم الى خلايا متضررة اخرى وتتجمع وبالتالي راح تسبب لي مشاكل وخاصة سرطانات اوكي نروح نشوف الى الشيء هذي هنانا الصنف وهنانا عدد الكروموسومس باعل بالانسان هو 46 كروموسوم يعني 23 زوج بالفئران 40 يعني 20 زوج بالترذان 42 كروموسوم بفاكهة الذباب الثمانية والبكترية عندي بس واحد بس كروموسوم واحد وهو شوفناه احنا شكل دائر اللي شوفناه هوا على شكل دائر اوكي هالي هي الجينات البشرية اللي همونجيما تترتب الجينات البشرية عموما تترتب على الكروموسومات ترتب بس يام تعددها على الكروموسومات يعني الجين البشري اكتبكم 23 زوج من الكروموسومات 22 هي جسمية جسدية وعندي الزوج واحد هو جنسي اذا كان من نوع يتأكس اكسر رقم 23 اللي احنا اذا كان اكس اكس فعناها الجنس هو فيمير يعني امرأة واذا كان اكس ويفا فهمي مرتلاقاني الجينات البشرية تترتب بطريقة متعددة على كل الكروموسومات بطريقة كل الكروموسومات اللي موجودة كل الكروموسوم بفجينات محددة او الجين هو مقطع من الدياني مسؤول عن بناء بروتين معين او فرمون معين او واحد من البروتينات او واحدة من الصفات اللي موجودة عندي 23 زوج من الكروموسومات 22 هي جسمية جسدية عندي واحد جنسي هذا اللي يحدد لطبيعة الجنسة اللي هو ذكر او انثاء اذا كان من نوع يتأكس اكس فهو ذكر وذا كان من نكس ويفا هو انثاء وذا كان من نكس ويفا هو ذكر الانسان امتلك 23 زوج من الكروموسومات بكل خلية ما عدا الريد باسيلز الناضجة ما عدا الريد باسيلز الناضجة لانوه ليهنوات ما عدا الريد باسيلز وكريات الدم الحمر اللي هي ما بهنوات اصلا الامشاج أو الخلايا الجنسية تمتلك نصف العدد الكلي من الكروموسومات الامشاج والخلايا الجنسية وهو الحيامن والسبرم والالزيس والبيوركلي بالبيلون تمتلك نصف العدد الكلي من الكروموسومات هذا هو الجينات لهذه كروموسومات وهذه 23 زوج هذا الواد الوراثية الجينية هذا كروموسوم وبيعوا كل مقطع كل مقطع من الكروموسوم مثل الجين يعني مقطع صغير من الدياني الكروموسوم هو عبارة عن دياني كبير كلش هذا مش مسؤول مثلا عن بناء هرمون ديانسوين هذا مسؤول عن بناء أنزيم اسبارتيت ترانس امينيز اكو اخر مسؤول عن الهيكسوكاينيز اكو اخر مسؤول عن بيروبيت ديهادروجينيز اكو اسبارتيت دي امينيز واكو واحد مسؤول عن بناء فد جين اوكي هذا بس هنا تشوفوا الستركترمات الدياني والاراني الدياني والاراني هي سلسلة طويلة وحدات كيميائية صغيرة تتألف تسمى مركبات كما يصغير تسمى نكولتاد الدياني هو شريط مزدوج بأربع قواعد ناتروجينية الاثين فيورينية الاثين فيورينية الاراني هو شريط مفرد فهم عبارة عن مجموعة نكوليديات تتصل مع بعض البعض من خلال اواسط فتحواتية ثناية الاسر ثلاثة فتحة 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 نحن بأربع قواعد ناتروجينية هنا راح تطلع تطلع التايمين وتدخل اليوراسي تطلع التايمين وتدخل اليوراسي بالدياني وهو شريط مفرد الدياني هو مسؤول عن نقل السفوات الوراثية من جيل الى اخر ومحاضرة عليها وكل هذه الامور الدياني مسؤول عنها الاراني هو مسؤول عن بناء الفراتينا هذا نوع واحد هذا ثلاثة نوع يعني هذا المسنجر الاراني هذا موجود بشكل اساسي بالنواد هذا يحوي لي ديوكسي رايبوز وهذا يحوي لي رايبوز ودائماً كل قاعدة ناتروجينية بيورينية تنتصل و GG رايبوز وكل قاعدة تنتصيلي مع السخر من خلال Natasha بالنواد وك 저도 بيورينية تتصيلي وDr² واحده دائماً سكر بيحده ودائماً سكر بالحالة إنه هو بيحده أوكي نيكلوتاد الشينية نيكلوتاد هي تركيب بشكل حلقي يتألف من ثلاث أشياء نتروجين بيسيس قواعد نتروجينية وهذا القواعد تصنف طبقاً لتركيبها الكيميائي إلى مجموعة البيورين اللي هي حلقة ثنائية أو تركيب حلقي ثنائي اللي هو الأدرينينجواني والبيرميدين اللي هو تركيب حلقة مفردة تركيب حلقي مفرد بسترسيل محتمل هذا بالديان اي بالأران اي راح يدخل الغراسي إذا مرتلاق النوكليوتاد يتم بناها من ثلاث أشياء الشيء الأول هو نتروجين بيسيز وهذا تكون على نوع تين ياما بيورين وهذا تركيب حلقي ثنائي بحلقتين حلقة خماسية بين نتروجينين وحلقة سداسية بها نتروجين هذي الأدرين والهواني الأدرين هو ستة أمينو بيوري والهواني هو ثنين أمينو ستة أوكسو بيوري البيرميدين تركيب حلقي مفرد هذا سايترسين والثامين السايترسين هي السايترسين هو ثنين أوكسو أربعة أمينو درميدين والثاني هو ثنين أربعة داي أوكسو خمسة مثل درميدين أو يسمى خمسة مثل يوراسي طبعا كل يوراسي لم يحل في تركيب مثل الديين الشغر بالديين أي هو أكيد ديوكسي رايبوز بالموقع الثنين أوكسجين ما موجودة ويرقم دائما واحد فتحة ثمين فتحة ثلاثة فتحة أربعة فتحة خمسة فتحة مين فتحة ويسمى ثمين فتحة ديوكسي رايبوز الفوسفيت قروبية مجامل الفوسفيت اللي هي تعب الشحنات السالبة للآرن أي والديين أي وتربط النيوكوليتين ويسمى ثلاثة فتحة خمسة فتحة فوسفوك بإستر ثلاثة فتحة خمسة فتحة ودائما نتكلم أن تجاه بناء الديين أي هو من خمسة فتحة إلى ثلاثة فتحة مرت الآخر بالديين أي أني عندي أربعة أنواع مختلفة من النيوكوليتيدات تتكون وفي فتحة فتحة الأول الجمنة نتيجة أو نتيجة最後 أنني عندي 4 قارل نتروجينينية فهي A yellow Hope Radio الرجل بين ديوكسي گوانوسين منوفوسفيت أو ديوكسي گوانوسين ي Field C مت على الأصول البياء و أنا أخذ المه 챙كلم وميط prolong الأقل ثامين يأخذ الحبث دي أك هه مقبنا ما يحتاج الى دي أوكسي لإنه معروف يع Maine الغاني المونوفوسفيل الغاني المونوفوسفيل لابد ان يكون دي اوكسي او البيوتين و البيوتين قلسين ان يكون دي اوتنين بس فقط في الارانون يجب علي تكفز يوراسب الطعام يوراسب فوسفيت يوريجين ترايفوسفيت وهو سكر رايبوز فما اقول ديوكسي بالرن مرور هذه النكوليجات نشوف اقوانين تتصل بالسيترسين اول واحدة اخلي ناتروجينات على جهة اليمين والاخرى مقلوب مالتها فالناتروجينات تصير على الجهة المقابلها فالناتروجينات هنا لم تقموين على الجهة المقابلها فالعكسي بالرن ثم اقواني تصير على ادنين فمارتلخ الادنين اخلي ناتروجينات على جهة اليمين ويتصل لامنوية الثامن فا اخلي الثامن الناتروجينات مرت على الجهة اليسار الثامن هو خمسمة اليوراسي واليوراسي هو الثين اربعة دايوكس أرسين بكل القواعد البرميدينية بها صفة مشتركة يعني بموقع 2 موجودة كمجموعة أوكسو تشترك القواعد النيتروجينية البرميدينية بصفة محددة لأنه بالموقع 2 موجودة مجموعة أوكسو 2 أوكسو 2 أوكسو 2 أوكسو كل القواعد لا تتنسوا الثانيين يوراسيل سيتوسين باعوا الأدنين ديتا السليبية 2 إذن من هذا استنتج أنه الـ DNA اللي بنسبة قوانين سيتوسين عامية يعني مثلا قوانين سيتوسين مثلا 80% هذا سيصير أول شيء يخلل السكرارة بعدين درجة الإنساءة المرتع عالية في حين أنه المركب تكون بنسبة الأدنين للثامين عالية D.N.I الحمض النووي من قص الأوكسجين دي أكسير وبنوكليكاسد بعد ما تكون نسبة الأدنين للثامين عالية يعني مثلا 80% معناها ditك 20% فهذا سيكون أقل السكرارية وتكون درجة الإنساءة المرتع عالية مرتراح الدياني الذي يكون بنسبة لقواني لسي تسين عالي مثلاً 40% فهذا يكون أكثر استقراراً بدرجة انسيار عالي الدي اوكسي رايبون وكلي كأسد الحامض النور من قصر الجديد اللي نسبة بالأدنين الثايمين عالي يعني 80% معناها قواني لسي تسين 20% معناها كل قاعدة هنانا 4040 وهنانا 1040 هذا عم يكون هذه النسبة عالية معناها معناها أنه هذا أقر استقرارية ودرجة انسيار منفذة أقر اوكي الدي اناي هو الدي اوكسي رايبون وكليك أسد هو الحامض النور من قصر الجديد المهندة الوراثية بالخلايا هي موجودة بالدي اناي لأقلب الكانات الحية ومعلوم الفيروسات قلنا قسم الفيروسات المعلومات الوراثية على الاراني الدي اناي هو جزئة كلش عملاقة واللي يمكن أن تستعمد شفر المعلومات الوراثية للحياة على الارض الخلايا بالبشرات التويلي تقريبا اثنين متر من الدي اناي الدي اناي بالجسم يمكن انه يمتد من الشمس ويقود مئة مرة لذلك هو معده بقوة يعني السوبر كوين ليش حاطينا ويا لبروتينات الحيسطون حتى انت سوبر كوين اذا اناي اناي الارض امده راح يوصل من الارض للشمس ويرجع مئة مرة طبعا سافر من الارض للشمس هي مية وخمسين مليون كيلويتر باعويه طول الدي اناي فالشي كل شيء كبير مرت我覺得 الخدينا الارض ضدكان ويرجع راح يصلي من الشمس راح يرد مئة مرت مرة يعني بتحدثت ميت مليون كيلو متر في مية بيت مليون كيلو متر في مية المسافة من الشمس الفي مية حمسين مليون كيلو متر هو عبارة عن حلزون ثناني يتصل كأنما يعني كأنما درج درج مززوج عبارة عن درج مززوج المناطق المنحنية بالدرجة تمثلي شوغر فوسفيت المناطق المنحنية بالدرجة الخارجية اللي هو نسمي فاقون او دي اناي والدرجات اللي موجودة الدرجات تمثلي قواعد الدي اناي اللي موجودة والدرجات تمثلي قواعد الدي اناي الموجودة هذا موجود هو بطريقة يعني طريقة انتبارارغ غير متوازية طبعا يستقر تركيب الدي اناي من خلال الواصل الهيدروجينية ما بين القوائد يستقر تركيب الدي اناي من خلال الواصل الهيدروجينية من 5 فتحة إلى 3 فتحة هذا الجين هو قطعة صغيرة من الـ DNA قطعة صغيرة موجودة على الـ DNA الجين هي الوحدة الأساسية للوراثة الجين هي الوحدة الأساسية للوراثة الجين تتموقع على القروموسومات الجينات تتموقع على القروموسومات في مواضع محددة الأليل هو فتحة جزء متبذل أو متغير من الـ DNA من تعاقب الـ DNA اللي موجود بالمواقع اللي يعطى كل أليل ويورثلي فتحة لآباء مختلفة منه كل أليل هو جاني من آباء مختلفة هذا هو الجين ومقطع صغير طبعاً إكسون إنترون إكسون هذا هو الجين هذا هو تركيب الجين هذا مصد أو الجين تتألف من short couldn't sequence إكسون يعني يتألف من الإكسون والإنترون الإكسون والإنترون يتم مقاطعاتها يتم مقاطعات واسط لونج يعني شيء طويل تداخلات طويلة تداخلات طويلة ما تشفر ما تشفر لإنترون إذا الانترون» ما شفر الأكسون هو المسؤول لعملت التشفير على سبيل عدداً قليل من جينات الإنسان تميت فقط انترونات اللي هي مسؤولely عن التشفير مرت على أنترون ما träовал الأكسون اللي هوها الأكسون بالرغم من أنه عدداً قليلاً جداً من الجنوم البشري يملك بس antron بس antron اللي هوم يشفر هو الأكسون والأنترون هي مشفر كما تتقاطع من خلال تداخلات طويلة كلش نين كودك سيكوينز انترون الانترون مشفر بالرغم من انه عدي قليل من الجينات ما تمتلك اصلا انترون عدد قليل من الجينات ما تمتلك اصلا انترون هذا هو تركيب الدي اناي الدي اناي هو جزيئة معقدة كلش وياها بروتينات اخرى فصوصا بباسيكي بروتينات الهيسترون ي hablen مواد الخروماتين وفي الأحيان اناي الا هذا هو الكروموسوم ثم نتحول إلى الهيستونس هذه هي الكروماتين بعدين نحصل أخيراً في الكروموسومس حصلت بعض عملية كثيرة حصلت على الـ RNA هذا هو DNA عبارة حزوم ثلاثي هذا هو كروموسوم المسافة 700 نانوميتر ثم 30 نانوميتر الهيستونس هي الـ DNA الهيستونس ملتفى على الـ DNA الهيستونس ملتفى على الـ DNA لأن الـ DNA لديه شحنة سالبة تتأثى من مجامع الفوسفيت الهيستونس هي عبارة عن روتينات قاعدية ذات شحنة موجبة يلتف عملها هذا طلعنا الهيستونس وقد شريك الـ DNA core of 8 مركز الكالبلي من جزئات الهيستونس وحصلت الـ DNA اللي هو عبارة عن حلزون ثنائي إلى هنا وتنتهي محارتنا لهذا اليوم شكرا جزيلا لكم أعزائي الطلبة نلتقي معكم بالمحاضرة القادمة إن شاء الله تحياتي لكم تكملوا بتحياتي استعمل مساعدة فرشاة الفارس الطيب ترجمة نانسي قنقر